اشتركوا في القناة الى السامنة في برنامجكم 60 دقيقة يمكن طبعا زي ما انتم عارفين وعلى مدار الساعة بنطلق كل الهموم النفسية كل المشاكل الزوجية ايه علاقتك بابنائك علاقتك بزوجي كل المشاكل الاسرية احنا النهاردة معاكم وكل يوم حد من 7 ال8 هدفنا دايما في قناة الندى السعادة الاسرية هدفنا دايما معاكم ان احنا نقرب ليكم نشوف مشاكلكم نحللها ونجاوب عليها على الهوى مباشرة طبعا تليفوناتنا موجودة على الشاشة طول الوقت مستنين تليفوناتكم سواء في موضوع الحلقة او غير موضوع الحلقة يمكن قبل ما ابدأ موضوع الحلقة الحلقة دايما متعود معاكم نقرأ ايه الايميلات الكتيرة اللي بتيجي للبرنامج كده عادي وبقول له يعني حاجات من حياتنا طبعا اكبر خطأ في الدنيا ازاعة الاسرار الخاصة بين الازواج اولا دايما اصلا بقول انه كلنا يا جماعة نخلي بالنا جدا من حتة ان العلاقة الاسرية دي علاقة مقدسة ما ينفعش ابدا ان انت تحكي او ان انت تحكي اسرار بيتك لحد مهما كان هذا الحد مهما كان من قربه ليك ما ينفعش نهائيا لان دا بيساهم طبعا غير ان هو محرم دينيا ان انت تطلع اسرار الخاصة بينك وبين مراتك او تحكي عنها دا محرم اصلا في الشرع والدين على الناحية بقى يعني دايما حتى الحاجات يا جماعة اللي الدين ما بيكونش راضي عنها وبيحرمها بيبقى اكيد لها ابعاد اخرى وبتلقى زرالها على نواحي اخرى نواحي نفسية داخل الناس وداخل الفكر الانساني وداخل المشاعر الانسانية وده بيأثر طبعا بالتأثير السلبي على العلاقة ايه الاسرية فانا بقوله لو هو سمعني وبقول لها انه طبعا ان هذا الموضوع من اخطر الاشياء التي يمكن ان تؤثر على علاقتكم الزوجية لاضرارها المتعددة افشاء الاسرار الخاصة بالعلاقة الزوجية فانا بنبه عليه وبنبه انه يعني لو ياريتي سمعني او اي احد ممكن انه يسلك السلوب السلوك السلبي او السلوك السيء ده انه يبتعد تماما عن الحكي عن اسراره الخاصة وعن علاقته بزوجته لان هذا يعد بين الاشياء المخرمة الحاجة التانية السؤال التاني هو بقى اللي يعني مهم جدا اتكلم عنه ويمكن ده يعني اساس حلقتنا النهاردة هو الاهمال ما بين الزوج والزوجة اه رسائل كتيرة جاتت وقيت يا دكتور لو سمحت تتكلم دايما كلا الطرفين الازواج والزوجات ان الاهمال ده ممكن يؤدي الى ايه في الحياة الزوجية الاهمال كلمة كده يعني ممكن تعد كده مرور الكرام على اعيننا وعلى ابصارنا وعلى اسمعنا كلمة الاهمال ولكنها كلمة تحمل معاني رهيبة جدا 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 لان اساس الالاقه الزوجية هو الاهتمام دلوقتي معانا تليفون وهكمل اهمية الاهتمام وضرورة ان احنا نخلي بالنا من الالاقه الزوجية بشكل جيد بس بعد ما اسمع امط الله اهلا وسهلا بكي اتفضلي السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضرتك اه لو سمحت دكتور انا قلت عايزة اقول ان مشكلتي اه مشكلتي هي اساس الحلقة انا زوجي للأسف الشديد كان بيحكي الممت كل حاجة في اول جوازنا وكان يديه ثلاث مشاكل معي لدرجة ان هو كان بيقسم الايام بيني وبينها يعني يوم عنده ويوم عندي وكنت عروسة بقلي 15 يوم وزادت المشاكل امم بينا زغاية ما وقفنا لحد يومين عندها وبس وبعد انما توفد اخوه كبير خد نفس مكانها بيحكي بيحكي عن يعني عن تفاصيل حتى يعني المعاشف درجة اتنفسها وطلنا لطريق مزلوط بيني وبينه انا متجوزين من كم سنة يا امت الله هو يعرفشي طبعا ان انا حامله كده ومش عادي اتصرف معا ازاي انتو متجوزين من كم سنة نعم متجوزين من كم سنة وعندكم اولاد طيب معي بنت طيب انا عايز اسأل سؤال انت بتحكي انتو هي انتو هو لغة الخوار بينكم عاملة ازاي والله هو مشكلة معي ان انا كل منع هو ان اتفقوا على حاجة للأسف انت عند اخوي غيرها للأسف الشديد تتفقوا على ايه اديني مثال اديني مثال يعني اه حضرتك يعني حتى لو مثلا النهاردة انا راحة باسع عن دول بي فيه اه مصلا اتفقات اخت خططا ما هو economist وقال لي خلاص روشي وكده ألا ايه اول منزل يقعد مع اخوه سيعا وكده يروح متصل بي ويقل لي لا ما تروحيش او ممكن يقامله بالطريقة تانية الطريقت زا على انه هو يتلككلي على اي حاجة بعد مم تتلفه على السيئ انا مش اعرفة شكلت معيزي اه مش اعرفة حتى رجعله ولا لا يعني دلوقتي حليا انا مش عارفة يعني اتهامل معيزي هو أنت سعيبة البيت دلوقتي هو أنت سعيبة البيت اوه أنا سعيبة البيت بالوقتي. بسبب ايه؟ بسبب ان هو بردك بيغير كلامه معي و اخر مرة دي JASON عايز اتكلم معاي يقول لي لأ اِنت مش من حقك تعرفي عني اي حاجة ومش من الحقب ان انا سماعك اصلا مش عايز اسماعك.. ده هو اصلا متجوزك عشان يسمعك هو اصلا متجوزك عشان يسمعك متجوزك عشان يحتويكي اقول لي مش من حقك..مش من حقك تعرفي عني اي حاجة ياه.. ويسلبي كدا بقى يعني بيسمع.. بيسمع كلام اخوف اقل حاجة واي حاجة في الدنيا يعني.. يعني اقول له حضرتك لو روحت البكتوريس ينسى يشكيل وقل له حقا البيني وبينها ياه.. يعني تفاصيل استغفر الله العظيم وقل له ده حرام ده مش كدا يقول لش ان اتعودنا على كدا هم كلهم يتعودوا على كدا مع بعض العيلة كلها كدا؟ لكن انا اه يعني لا هما الاسرة يعني كدا لكن لا 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 حرام فيه يعنى سكوية طيب اه.. انا تعبت اخوكو اخو بيتدخل في.. بص يا امت الله اخو بيتدخل في الحوار معاكي احيانا ويقولكو حاجة ولا هو بيلعب دور خفي لا هو مشكلة..لا هو كان الاول بيلعب دور خفي لكن حاليا ام يعني مشكلة جوزي ان هو كان بيجي يقولي اقو بيقوله ايه يعني يقوله ده اعمل كدا معيها ما تعملش كدا كان يجي يقولي بالوقتي لا اما بيقولش وذا فعل مش كلاني طيب انتو الخلافات الزوجية دي في خلال 3 سنين كانت كم مرة؟ يعني كتير بيسيب البيت وكترجاي بسبب الموضوع ده كتير بسبب الموضوع ده كتير وكانت توقف عالصلاق مرة والدرجة ان انا قلت له انت كل جايزة ديني وبينجوتي تتصل بيت نزله من البيت عشان ما يقبضيش معايا يوم حتى يسمعني فيه طيب واخو ده متجوز وعنده اسره ان انا اه اتصل با اخويا وانزله يعني انه مدعلك انه مدين في كده بكل بساطة اخوه متجوز وعنده اسره؟ اه عنده اسره بس ليه الاسف يعني مراته بتشتغل فمش فضاله وعيله كبار ده الدرجة ان هو بيروح يعود معك شغله هقول له ده اكل عيشة يعني المفروض لو هو بيحبك يطيبك لأكل عيشة لا ده كل شوية يروح يروح الزوج يعني شغل في محيل كل شوية سازل المتحب الشغله ويروح معكه يروح يقدره مشاويره اخر مبيضة خلص يروح جايب كرسي كده وقعد جنبه اقول له يا خالد ده غلط يعني شغل طيب اسمعيني بعض الازواج لأسف شديد زي ما قالت امت الله عندهم سلبية في عدم اتخاذ الكرارات المصيرية في حياتهم والغير مصيرية في حياتهم بعض الازواج دايما بيكونوا للأسف تابعي للأسرة يعني دايما وهم في حياتهم وده من التربية عشان نخلي بالنا وإحنا بالرب بولادنا الطفل اللي دايما تابع لمامته والباباه في كل شيء وهو صغير انه دايما لما يجي يتحرك من هنا هنا يقول لبابا كذا اعمل كذا سوي كذا مفيش لغة حغار لغة أردر بس يعني بيدوا ابناءهم أردرات التربية بالأوامر خلي بالكم عشان في فرق مهم جدا بين ان انت تربي ابنك على أشياء إيجابية وتربي ابنك على أشياء سلبية يعني اعمل كذا ومن غير ما توضح له اللي بيحصل عادتنا احنا بالرب بولادنا خايفين عليهم بس بنقول لهم اعملوا ده من غير ما بنقول لهم إيه الأسباب لده وده أكبر خطأ خلي بالكم في التربية لما تيجي تربي ابنك اعرفوا الخطأ إيه وصحق إيه اللي حصل مع قمة الله إن هذا الزوج اللي كان طفل بهذه الطريقة إنه دايما هو مالوش رأيه في أي حاجة ومحهم ما مالوش رأيه في البيت فدايما كان تابع للأم وتابع لإخواته الكبار وتابع ونامت شخصيته على الاتكالية الشخصية الاتكالية السلبية اللي هي اللي تستطيع أن تمنح لنفسها فرصة أن تفكر في الموضوع ودائما الهروب إلى أشخاص أخرى يحملون عنه المسئولية علشان لما بيجي خطأ يقولهم حلولي حلولي الخطأ ده أنا عايزك يا أمة الله وإنت سمعاني دلوقتي تعربي من جوزك جدا تحتويه جدا تاخده أجازة زوجية تاخدي جوزك ما تسديش بيتك ولا تفرطي في بيتك ولا تدي فرصة للأخرين ينغسوا حياتك خلي عندك مزيد من الصبر مبراط الحياة الزوجية مبراطة تحتاج إلى فن في التعامل مش إلى عصبية شديدة أنت عصبية وهو مش قادر ياخد كرار هيروح يوجهه يقولوله شمال شمال يمين يمين ما عندهش رأي فأنت بتتعامل مع طفل كبير خدي هذا الطفل على قدر عقلي تحدثني معه ارتبطي بالأهداف بتاعته ربطيه بأشياء جميلة ربطيه ابنك أو بنتك المولودة وحاول تقربينه أكتر حاول تخوطيه أكتر هو اللي في الشغل تكلمي وتسلمي عليه برافو عليك إن انت عملت كذا انت ناجح في الحتة دي حاول تجيب الأشياء الإيجابية لجواه وتكبريها وتنميها يا أمت الله الموضوع بتاعك محتاج صبر ومحتاج إن انت أكثر وأكثر تتغطي على الحتة دي وإن شاء الله يتغير ومستني منك إن شاء الله تولينا عمل إيه أنا معي اتصال آخر السلام عليكم عليكم السلامة وبركاته أهلا وسهلا أنا حضرتك يا دكتر أنا مصحيب نعم أنا مصحيب أهلا وسهلا أنا مصحيب اتفضلي أهلا وسهلا بحضرتك حضرتك أنا متجوزة بقالي 6 سنين 6 سنين اتفضلي أنا كنت متجوزة على عيني متجوزة الوحدي فبعد حصل المشاكل بعد بعد اتجوزة تريما ب3 سنين طلعت متجوزة العيلة كاملة طلعت متجوزة لوحدك إزاي أهلا كنت متجوزة مش عايشة مع حماتي يعني أه تمام تمام فهي حماتي 6 سنة وكده فهم لما حصل مشاكل بعد كده وكان هيئجروا العشاقة بعيد عني وتعيش لوحدها وإني بقى مروح مشرفة يعني يعني حماتيك حماتيك عايشة معاكي في البيت مصاحب اه حالين اه في الاول خالص انتم متجوزين ما كنتش متفقين على هذا صح؟ لا لا طيب إيه اللي جاب حماتيك عندك؟ ايه كدت عيشها مع بنتها فبنتها تجوزت اه فهم هيئجات عندي هما طالما هيقدرونها أصلا شقة بره تمام اه علشان تعيش فيها وإحنا نبقى لوحنا نزورها فأنا قلت لهم لا حرام هي فتة وسنة جديرة مينفعش ان احنا يبقى حرام يا ربت وكبرت وإحنا نصير هتعيش في شقة واحدها من البخلها ربنا هيكريمك وانا نخدمها وهنعمل لها وكذا وانا عارف انها صعبة عارفة أساسا هي يعني ربنا هيديها هي أسان وهي بعيد عني ويعلنها شاكل بس انا قلت له ازا هيربع لك انت انت لما هي تجي تعيش معانا انت بكل مطلوب منك ان انت تكبر الناس منها خالص كأنها نتقلش اي حاجة ربنا هيكريمك بس دلوقتي اللي حصل العكس هو اتفاق معي على كده بس اللي حصل العكس يعني افسد شيء كان لسه في اخر يومين في رمضان انا كنت وافع طلاء وهو مصمم يطلع مصمم ايه؟ ايه؟ واقف على ايه حضرتك بتقولي ايه؟ يطلع يطلعك انتي؟ اه ليه؟ رغم ان هو في المشكلة دي كان اخوه لي شاتني وبنت اخوه شاثماني يا اصغر مني يتنن واخوه تاني جزا عائلي وبهدلني لدرجة ان انا فقط اعطاني وقصرت المراية اه بسبب اخوه وده كان الكلام ده كان حصل قدام مرات اخوه واذو اقفز علامة مستوى مش قادرة تتكلم ايه اللي وصل المشكلة لكده يا مصايد المشاكل كلها كان بسبب اخواته فلما انا جيت اشتكلي اقوله اخوه بتشتمني واختك بتشتمني ويا اصغر مني سنة ما ينفعش وانا عملت معهم الواجب وانا يعني عزمتهم وكذا فهو اتنيداري على مشاكلهم يعني ايه اللي خلى اخواته يتشابكوا معاك وانتو تشتم والله انا ما عرفش والله اكتن جلا يا دكتور والله اكتن جلا ان انا معاملتي معهم طيبة جدا 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 هما شتموك من غير اي حاجة كده لوحدهم هما تبقى من فترة كده من تقريبا من ست شهور عملوني مشكلة اخواته البناي قالوا الاخوه التاني كلام فالمهم اخوه ده جبه دلني ودعالي وانطلبني رحتلو بيته اه شتمني واهاني واهاني والدتي وكده فانا خلط قلت فقط مش هراحة عنده تاني اه وخاطنته تقريبا يعني فهو للأسف زوجي اه ده اخوه كبير فهو طبيعي اللي باشي ورا كلامه وورا كلام والدته انا اقول له كذا مره كل واحد ده بيته وليه شخصاته وليه نظمه انا مش هانش بدمغ حد هم للأسف عادينا مش بدمغهم وللأسف انا من بلد وهم من بلد تاني خالص يعني انا من منصورة وهم من بنها فالطبيعي ان انا اه كلهم جمال المنصورة كويسين وبنا كويسين ايه المشكلة؟ لا انا مقصدش كده انا طبعا كل واحد يعني له طبعا انا اقصد ان انا مختلفة اتضاع عنهم طبعا ايه المشكلة بعد دلوقتي؟ المشكلة ان هو يا دكتور اه تقريبا نفس مشكلة الاخت اللي كانت قابلي ان هو للأسف نفس يعني ماشي ورا والدته اه ورغم ان هو نفسه بيقول انا عارف ان هي صعبة وعارف وعارف طب لما ان ده بتسمع كلامها ليه؟ انا دلوقتي مش هكلي كلها دكتور كلها سلكيكات سلكيكات بطرقة طيعة وللأسف يقولها تلقها طب انت هتطلقني ايه انا زندي ايه؟ اه ده جزئي ان انا مثلا حاصلة معيك ومع اهلك وكزه طب وحاليان انت في بيتك؟ انا حاليان في بيتي بي يعني افضل فيك حاصل مشكلة النهاردة يعني لو واحدة مكانك هستيبي البيت بس انا خاطع شان عارفت لليته عايزي اطلقني طب قصي بقصي بصراحة هستيبي البيت هلش يعني انتي انتي في البيت ومعاكي والدته وبتخدميها لغاية دلوقتي هي بقى المشكلة ما حصلت دي هي راحت بقى قاعد مع بنتها شوية بس لسه هتيجي تاني يعني بسيس اه يعني حصلت المشكلة فانت بقى بيحاولوا ان هما ايه يعجبوك شوية عشان لما ترجع انت بتعملي سيبت كويس صح؟ يعني هما متخينين كده ولا ايه؟ هو بالضبط كده بس رغم انا والله بعملها قويس لبنان والله يعني لله مش عشان حب التراح طيب وانت وعلاقتك بجزءك عاملة ازاي؟ بتتكلموا مع بعض في حب في مشاعر في اه اخذ وعطى ولا العلاقة بينكم مع عاملة ازاي؟ بس يا ضبط هو اسلوبه كله شتيمة يعني انا مكفرش خيره طبعا بان هو طبعا مش سيء كل كل يعني بكل حاجة وانما هو دايما بيشتم دايما اسلوبه يعني اي اي حياته كلها معيه تناقض اه انت بعملتيش كده طب ليه ما تبصش او قلت ليه ما شبت في الحاجة الكويتة يقولي لا هو كده اسلوبه كله شتيمة وانا بيحب الشتيمة خالط يعني الاسس فهو يعني بحاول ان انا انا اصلي معاكوية تجيب دايما بحاول على قدر ان كان انا احتويه اننا مثلا مصايب بتتخنقوا كتير يا مصايب؟ ميجاوزينا للكو كم سنة؟ ست سنين وفي ست سنين بتتخنقوا كتير؟ اه بيحصل خنقات كتير بس انا بحاول عاديها يعني ما بيحصل مشكلة مثلا بقوله لما تخرج بلا و ترجع كأنه محصلش حاجة طيب اسمعيني يا مصايب اسمعيني اجابتي بقى اسمعيني ماشي اسمعيني يا فيليو اسمعيني من التلفزيون اسمعيني شكرا بحضرتك لا تخطأ عمري دلوقتي المشكلة الكبيرة دي مش مشكلة واحدة اللي عنده مصايب دي عدة مشاكل اولا مفيش احترامة بين الزوج لزوجته يعني اولا انا يا جماعة برفض تماما تماما انه ما يكونش يكون لغة الحوار اللي بين الزوج والزوجة صراخ او شتائم ده يعني لا هو في الدين ولا هو في الشرق ولا في اي حاجة في الدنيا تخلي الراجل يتعامل مع زوجته بألفاظ بذيئة اولا فيه اولاد وابناء ثانيا فيه يا اخي اتقي ربنا في مراتك ان هي قعدة وبتخدم والدتك وتجعلها وبتجرم والدتك وايه اللي يخلينا نعمل تشابك اسري وكل الخلافات دي لازم يا جماعة كل زوج يحترم مراته كويس قوي عشان تماما هي برده تكون محترمة معاه كويس قوي لغة الاحترام دي لو اتفقدت في العلاقة الزوجية للأسف الشديد احنا بنتجوز عشان نسعد بعض ولا بنتجوز عشان نتخانق بعض كل يعني نخنق بعض كل طرف من طرف العلاقة الزوجية لو حاس لو لو احس وفكر كويس قوي انه اخذ اكثر مما يستحق كل ده الزواج النجاح مش كل واحد متربس للتاني طبعا الاستفزاز اللي حاصل وانه الشتايم انا بقولك يا مصهايب انت برضو غلطانة ما توفقيش على ان انت يتم اهنتك اكثر من المرة لان المرأة المهانة بتهان كثير جدا لازم يكون ليك واقفة ولازم تجيب حد كبير من اسرتك ولازم يكون ليك حد من الاسرة يتكلم على الاشياء السلبية اللي هو اللي هو اللي انت شايفها من جوزك اللي انت بتعمليه دلوقتي لانا اقبر دماغي اقبر دماغي الدماغ هتنفجر بعد كده مهما تحمل الانسان من مشاكل وفضل يقول اقبر اقبر هي بتتخزن جواه وبيجي في وقت بينفجر انا مش عايز انفجار في العلاقات الزوجية انا عايز يبقى فيه تراحم فيه موادة فيه رحمة يا جماعة اقرو ازاي الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيعامل زوجاته ازاي كان بيكلمهم اقرو كده اقرو بجد وتمعانه وتعرفه يعني ايه قيمة الزوجة يعني ايه قيمة المرأة في حياتك اللي هي بتعملك كل حاجة اه اتمنى ان انت تعملي اللي انا بقولك عليه وما تسمحيش بالاهانة مرة اخرى اه معايا الاستاذ ايمان اتفضلي سلام عليكم السلام وحضر وبركاته اهلا واسلام اتفضلي اه انا عندي مشكلة نعم انا عندي مشكلة يا دكتور ممكن اقولي لحضرتك اتفضلي اتفضلي مع حضرتك اه انا كنت متزوجة واحد تاني قبل كده انا متزوجة دلوقتي انت زوجة تانية يعني اه ها اه يعني دي الزوجة التاني لحضرتك كنت متجوزة وتم الانفصال وتجوجت تاني تمام اوه على انتي ابني نعم عندي ابني عندك ابني من الزوجة الاول او من الزوجة التاني لا التاني الاول الاول تمام اه اه بمشته ابني دوات مش اهد معاه دلوقتي اني على طول مش Than찰 تفكر ان انا باما وان انا مستحيل. قاعد مع مين يا ايمان. مع جديته علشان بابا متوارك. مع جديته. هما اللي وغدين لخضانة انت اللي سايباه عشان جوازك ولا هما اللي وغدينه. اه انت الاسكن. اه انا اللي سايباه لأ هما اللي وغدينه علشان انا متزوجة دلوقتي. وانت جوزتي. اه متزوجة دلوقتي واحد تاني. صريحة جوزي قبل نجوزي كان كويس معي. بيت بعد نجوز ابنك عنده كم سنة؟ ابني عندي ثلاث سنين ثلاث سنين؟ و بتشوفيه كل قد ايه يا ايمان؟ بشوفه كل خمسة اللي هم عشرين يومين و ده عادي بالنسبة لك يا ايمان؟ لا بالصرحة هو مش عادي و حس انه افعل مش عادي كم انا كده هبقى بضل من ابني او بضل من زوجي انا مش عادي انت ظلمت ابنك يا ايمان طبعا نفسيا ولد ثلاث سنين سايب مامته و بتشوفيه كل عشرين يوم عشان خاطر ان انت تتجوزي ممكن حقك من الجواز وتاخدي قرار و انا مقولكش ما تتجوزيش ولكن يا جماعة ربنا ادينا حاجة مهمة او اسمعها البصيرة ان انا دلوقتي الاحتياج الاساسي المين؟ ابنك ولا احتياج انت انت تتجوزي ابنك اللي لسه ثلاث سنين يا ايمان هيفضل عالج بزهنك حتى و انت بتتحقي في البيت و انت بتاكلي و انت بتشربي سمعيني و عارفة انا بقول ايه انت اكيد بتقولي يا ترى هو بيكل ولا لا يا ترى هو بيشرب ولا لا يا ترى هو مبسوط ولا لا بص يا ايمان انت لازم يا ام زوجك يوافق تقعدي مع زوجك وتقولوله لو انا جوزتك و كان عندك ابن زي ده عمرك ما هتسيبه هو الساعة هو مش معارض ابدا لا هو مش معارض بالعبس خالق بس هم اللي معارضين بس ان انت تسيبي ابنك في سنة ثلاث سنين في فترة الخضانة وهو اشد الاحتياج اليكي انا يعني يعني انت دلوقتي بعد ما اتجوزتي و دلوقتي بتقولي معاملته ليكي مش كويسة و حاسة بالزم و حاسة ان انت كمان سايبة انت عليك ضغط نفسي شديد لانك انت حاسة ان انت اختيارك من البداية ان انت تسيبي ابنك و ده مقصر عليك نفسيا و مدايئك ده نمرة واحد نمرة اتنين حاسة ان اختيارك مش صح ولا اختيارك صح قولي لي لا يعني هو الساعة هو يعني هو بيعرف ربنا و كده بك يعني هو برضو انا قعد الواحدة و عيشة الواحدة فبقى كده مقصر عليك كتير اوي اوي تماما هو بيتقي ربنا فيكي و بيحافظ عليكي و كريم فابتكي ربنا هو بيعرف ربنا و كده بس انا موضوع ابني ده مقصر عليها جد بنا دور طب هو متجاوز و عنده اسرة ولا لا اه هو متجاوز اه و عنده اسرة و بيقعد مع عصراته الاولانية اه هو بيبقى يوم هنا و يوم هنا بما يرضى الى صار يوم عندك و يوم عندك و يوم عندك و متفقين على الانجاب ولا محصلش الانجاب لسه لا متافئين علي الانجاب بس حاسة ربنا ما ارش لان احنا لسه فقالنا سنة ما نزوجين متجاوزة سنة. وانت اكتر حاجة ملقاكي وخليتك تكلمينا ايه? ايه اكتر حاجة؟ نمرة واحد. اكتر حاجة بصراحة ان انا عايز عرض للمشكلة ان انت تقولي ان انا صحة ولا انا غلط. علشان انا معلطوك بس قلناك في السؤال جاي. غلط ان انت سيبتي ابنك؟ اه. طبعا انت غلطان ان انت سيبتي ابنك. وانت عارفة ان ده غلط جواكي. بس كنت مستنية ان برنامج ستين دقيقة ودكتور علاق يقولك. طبعا مش هاتحك عليكي ومش هقولي الكلام انا مش مقتنع بيه. ابنك محتاجك جدا اكتر من هذا الرجل اللي متجاوز وعنده اولاده ومتجاوزك في نفس الوقت. مش محتاجي بقدري ما محتاج ابنك. ابنك اللي انت سيبتي دلوقتي في حضانة الاخرين لما تجبري هيسيبك في ملجأ في دار للمسنين. ما تزعليش مني ان كان كلامي قاسي ولكنك عشان تفوقي لنفسك وتضعي حل ايجابي. ابنك لازم تكون قريبة منه. لازم تعملي حل وسط يا ايمان لو انت سامعاني تخلي حد من قريبك يروحه للزوج زوجك وتبدأ تتفاوضي معاه. لا انا مقدرش استغل عن ابني ارجوك. خلي ابني يبقى معايا. وده لو انت اصرتي مرة واثنين وثلاثة ربنا هيقف جنبك واهلك هيقفوا جنبك وهتجيب ابنك في حضنك تاني. وبعدين هذا الرجل غير متفرغ ليكي بيجي لك ثلاثة ايام في الاسبوع ابنك محتاجك اربعة وعشرين ساعة انت سيبتيه بقردتك واهملتيه فما تزعليش بعد كده من اللي بيحصل. لان دايما بنقول في بر الوالدين في بر الابناء. ايمان اعتقد ان بعد مكالمتك دي انت جواكي حاسة ان انت لازم تتصرفي صح. ولازم تقعدي على مشكلتك. مشكلتك الاساسية ان انت مهملة في اغلى حاجة عندك. ابنك اللي الناس كتير قوي تتمنى يكون عندها يعني ابن زي حضرتك كده. تلات سنين محتاج ماما. محتاج يشوف عينين ماما. محتاج يحصل ماما. انت موت نفسك وانت عايش على الدنيا. ارجوكم يا جماعة لما تيجي تبصوا لمصالحكم الشخصية بصوا ما تسبوش اطفال رهائن. حب ولادكم. ها ولادكم على مهم الحنية بالحضور. ها ابنك مش عايز في يلوص على فكرة. ويمكن انا عملت حلقة. ابنك مش عايز كريدت. ابنك عايزك تبقى متواجد معاه في اصعب الظروف. ومتواجد معاه في احسن الظروف. ايمان ما تتخليش عن ابنك. عشان لو تخليتي عن ابنك يبقى انت تخليتي عن نفسك. نكمل الحلقة بتاعتنا. اه طبعا يعني يمكن موضوع ايمان اه كان موضوع بحث قديم انا افتقرته. كان التفضيل التفضيل الزواجي للمطلقات عن تربية الابناء. كنت عامل كده بحث زمان كده من حوالي خمستاشر سنة. كنت البحث ده كان في دراسة كنت عامله وبتكلم فيه عن ازاي ان الواحد ممكن يضحب حد من ولاده عشان يتدوز. وطبعا الحمد لله طلعت النسبة اه ضئيلة جدا طلعت نسبة 17% من الممكن اشخاص يعملوا كده. نظرا ان ربنا سبحانه وتعالى ادى غريزة الامومة في المرأة بشكل رهيب جدا. ممكن الاب يستغنى عن ابناءه فترات عادي ويسافر ويروح ويجي. لكن الام مش ممكن تستغنى عن اولادها لان الغريزة بتققى قوية جدا. وزايما انا بقول الام 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 والقرآن كرم الام قد ايه. فعلى لازم نعرف انه مفيش حاجة بتيجي من فراغ. ايمان وصوتها مخصور على ابنها ومن جواها صوتها الداخلي بيقول ان هي ازاي تسيب ابنها تلات سنين محتاجها وتشوفه كل عشرين يوم ازاي باي منطق. ده طبعا مش موجودة في اي شيء. اه معايا اتصال. اه الاتصال القطع حاول يعودوا اتصال بينا تاني. هنتكمل موضوعنا النهاردة الاهمال في الحياة الزوجية ممكن يعمل ايه. الاهمال يا جماعة بيقتل اهم شيء بيقتل المشاعر والاحاسيس. اهمال الازواج هو سبب كبير جدا للمشاكل اللي احنا اللي تغط على حياتنا النفسية وحياتنا الاجتماعية. لما ييجي الزوج يشكيلي ان امراته ومش واخده باله منها قوي. وطول الوقت قاعد على الكمبيوتر عشان خاطر هو ما بيتكلمهاش. وتيجي الزوجة تشكيلي تقول لي زوجي قاعد طول الوقت مع اه اشخاص اخرين شايفهم بيعمل شات معاهم ومش عارفة اعمل ايه يا دكتور. وفيه اشخاص للأسف الشديد ازواجهم بيعملوا علاقات غير سوية وبرضو مش عارفين يتحركوا. وكل ده سببه حاجة واحدة الاهمال. الاهمال البسيط بيكبر. وكل شوية بياخد منحة تاني وبيشكل خطورة على الحياة الاسرية بشكل رهيب جدا يا جماعة. فنخلي بالنا جدا من حياتة الاهمال الازواج. لو احنا هتكلمنا عن اهمال الزوج لزوجته غير اهمال الزوجة لزوجها. هبدأ معاكم النهاردة هتكلم عن اهمال الزوج لزوجته. لما الزوج يعمل زوجته ما يشاركهاش لا احلامه ولا طموخاته ولا حواراته. ويبدأ ان هو يحاول بقدر الامكان ان هو يصغر من دورها داخل البيت. ايه المشاعر ده تكون عند الزوجة? مشاعر الاسف الشديد مشاعر سلبية جدا بتخلي الزوجة بتفكر تفكيرات مش مش تفكيرات ايجابية بتلجأ ان هي تحاول تنكد عليه باي صورة من الصور وده اللي احنا بنسميه احيانا النكد الزواجي. ييجي الحاجة التانية ييجي الخرص الزوجي. صمت رهيب جدا مش طيق اتكلمه ولا فيه كلام بين الاتنين. لان هو شايلها خاططها على الرف. هو مش معها خالص. هو مهملها. ودايما انا بتكلم في الحتة دي عشان ده اساس لنجاح العلاقة الزوجية يا جماعة. دايما اقول الزوجي بيحبني ولكن هملني. مفيش حاجة اسمها بيحبك. وهو هملك. مفيش حاجة ان امراضي بتحبني وهي هملاني. لا الاهمال قافة رهيبة جدا بتقتل اهم شيء عند الانسان. مشاعره حسيسه. وبتزيد حدة الانفعالات بين الازواج. وبتجيب امراض تانية زي الوسواس القهري بين الازواج. والخوف المرضي. من ان هم ان كل واحد يكون ليه علاقة اخرى. وبيجيب فوبيا احيانا كبيرة جدا. لان الانسان بيحس ان هو مش موجود مع هذا الكائن. بالصورة التي يجب ان يكون يحس بالرضى النفسي ان هو متواجد في حياته. بياخد رأيه في شغله. بياخد رأيه في المشاكل الاجتماعية. بياخد رأيه في اهم شيء. بينهم من بعض تربية الابناء وكل واحد. وهو بياخد رأيه التاني. بيحس قد ايه ان التاني بيكمله. التاني بيديله حاجة جميلة. او للأسف المشاعر الجميلة او المشاعر الخاصة ما بين الازواج اصبحت جفة. في الحالة دي لو بتكون جفة لفترات بس. بيحصل مشكلة كبيرة جدا. كان تقع الزوجة في مشاكل رئيبة جدا. ان هي زوجها مش فاضلة. فبتقعد تتكلم على الانترنت. وما اكثر من حرمية المشاعر وحرمية السعادة على الانترنت. بيقعدوا يحاولوا ان هما يفسدوا اخلاق الناس. بان هما فضيين وفارغين. وعودوا يتكلموا مع الناس وعودوا يعملوا علاقات. للأسف الشديد محرمة على الشات تخرب البيوت. وعندما يوفيك الازواج او توفيك الزوجات تكون قد جفت المشاعر. تكون قد جفت المشاعر. وهتبقى المشاكل اكثر واكثر. وعشان كده دايما يا جماعة انا دايما بقول انه في موضوع الاهمال ده ندور كل واحد طرف من طرف العلاقة واقصوصا المرأة. هو ليه الزوج مهمل معايا ما بيكلمنيش ليه. انت فهمت طبيعة وسيكولوجيا في الرجل انه بيحب الكلمات مختصرة. بيحب الاحترام. بيحب دايما ان انت تكوني داعم لي مش طاقة ثلبية لي. دايما بيحب او تخصصي اوقات معينة لان انت تعرفي تبديعي معاه في اشياء اللي هو بيحبها. يعني زوجك ليه مهارات معينة. تحاول ان انت تسني على مهاراته. زوجك ليه يعني نوع من انواع الرياضات المفضلة. تحاول تشاركيه. تكلميه عن الرياضة دي. زوجك مثلا بيحب بيبحث في الكتب والافكار الجديدة. تتكلمي معاه. تجد بيئة خصبة جميلة اوي انتو كلمه مع بعض. يا جماعة تكلمه مع بعض دلوقتي بدلا ما تتكلمه عن بعض بعدين. للأسف الشديد بعض الازواج بدلا ما بتتكلم مع بعض بتتكلم عن بعض. نظرة لعدم ووجود لغة الحوار بينهم. غير بقى انه الاستفزاز اللي بيحصل في العلاقة انه زي ما كانوا بتقول في اول حلقة انا بكبر دماغي. انا بكبر دماغي عن حاجات كترة اوي عشان الحياة تمشي. عمر الحياة ما تمشي وانت بتقول انا بكبر دماغي. عمر اللي الحياة تتوقف وتتوقف كتير جدا لان الاشياء اللي بتحصل اثناء الايام بتاعتنا او اثناء الحياة الزوجية لما احنا ما بنكلمش مع بعض عن كل المشاكل اول باول بتزداد الدقامة بتاعتها وبتلقي باشياء سلبية جدا تزيد من الكره بين الازواج والعنف بين الازواج. يعني احنا يعني في ايه بعد ما ان الزوج بيتكلم مع زوجته بالفاص خارجة او ان هو يعتدي عليها او ان هو يهملها او ان هو يخلي اهله. الاهل هما اللي بيتحكموا في مصير العلاقة الزوجية. افيقوا يا رجال. افيقوا يا رجال. افيقوا يا نساء. الحياة الزوجية ليس بحلبة مصرعة. الحياة الزوجية اتنين اتفقوا مع بعض ان هما يسعدوا بعض. اتنين اتفقوا مع بعض ان كل واحد يفزل قصارى جهده لتقديم المزيد من العون والمساعدة للاخر وليس مزيد من الاستفزاز او القراهية او مشاعر سلبية الحياة الزوجية يا جماعة ابسط من كده بكتير جدا اللي محتاجينه في الحياة الزوجية ان المشاعر والاحاسيس بين الازواج تكبر وتقوى محتاجين المشاعر بين الازواج يكون فيها نوع من الاحترام والتقدير اللي الاسف الشديد اللي بينشوفه في المكالمات اللي بتجينا والاستشارات اللي بتفرد علينا انه قلت لغة الاحترام قال للود قال للحب ايه اللي خلنا وصلنا لهذا ايه ايه اللي حصل لكده ازدادت ليه حدث الخلافات الزوجية يمكن اكتر الاشياء اللي احنا لما جمعناها وقلنا ايه اهم الاشياء اللي بتؤدي الى الاهمال بين الازواج او اللي بتؤدي الى وجود خلافات عديدة بين الازواج لقينا اول حاجة انه عدم فهم سيكولوجية الرجل للمرأة وعدم فهم سيكولوجية المرأة للرجل يا جماعة قبل ما نتجوز او احنا متجوزين انا بقول مثال بسيط جدا انت عربيتك لما بتيجي تشتريها بتعرف كل الامكانات اللي فيها والسيارة بتاعتها ايه اشبه قيادتك للسيارة بتبقى انت عايز تجمع معلومات كبيرة جدا عن كل شيء في السيارة دي عشان تبقى كويسة جدا ولما بتعطل بتجري توديقة للسيارة وقبل ما بتعطل ببقى لها صيانات سيانة الالف وصيانة الثلاث تلاف انت في الحياة الزوجية هل تكون بذلك انت لما ساعدتك بتيجي تتجوز وقبل الزواج وفي شغلك بتاخد دورات تدريبية عشان تنامي مهارتك العقلية بتاخد دورات في اللغة بتاخد دورات في الكمبيوتر هل اخدت دورات في كيفية حل مشكلات الزوجية هل اخدت دورات عرفت يعني ايه قب يعني ايه زوج هل قريت هل عرفت انا بقول الكلام ده لان الكلام ده مهم جدا يا جماعة اشبه ان انت تجوزت النهاردة ومش عارف حقوق زوجتك يبقى اكيد هتحصل خطأ مش عارف حقوق تربيتك على ابنائك اكيد هتحصل خطأ الحاجات دي حاجات اساسية في حياتك انت انت ما تتصورش ان الزواج يلا انا هتجوز الحب مش موجود في الزواج الزواج اول ما بيبدأ بيبدأ بسندوق خاوي مفهوش اي حاجة انت اللي بتحط كل يوم في حاجة كويسة قوي انت اللي بتحط في مشاعر وبتحط في حب وبتحط في احاسيس انت بتحط مواقف طيبة يفضل الصندوق ده يكبر في الزواج وانتوا مجوزين وتبدأ الحياة الزوجية تبقى حياة جميلة وحياة سعيدة طبعا فيه اختلافات وطبعا فيه وجهات نظر فيه امور كتيرة قوي ولكن عندما نختلف نتطفق نتطفق على اننا احنا مع بعض نتكلم نواجه بعض نشوف القطع عند مين ثقافة الاعتذار في الحياة الزوجية فين فين ثقافة الاعتذار ثقافة عدم الاخطاء القاتلة اثناء الخلافات الزوجية انه حد يبادر بلفز جارح او بيقعد يتكلم في اشياء ماضية مش كويسة للزوج او للزوجة فيبدأ تبقى المناقشة تبقى كأنها حلبة مصرعة وبعد كده يتصلحوا ولكن كل نفس يعني من جوه محروقة او من جوه مهزومة ومقهورة من اشياء سلبية ارجوكم يا جماعة ارجوكم افيكم لحياتكم الزوجية مفيش اجمل مفيش اسعد شيء في الدنيا غير انت هتسعد بيتك تسعد مراتك لانه دايما حتى علاقتك بربنا لما هتكون قوية وحلوة قوي هتكون علاقتك ببيتك قوية وحلوة قوي الانسان اللي ناجح في بيته هتلاقيه دايما بيعرف بيعرف ربنا في حاجات كيرة قوي لانه هو دايما حريص على انه بيته يكون بيت نموذج محترم بيت نموذج يقتضي به اكيد عشان هو بيسمع كلام ربنا عز وجل وبيسمع وبيقرأ كمان كلام النبي عليه الصلاة والسلام في معاملته لازواجه لزوجاته كانت ازاي وفي نون الاتيكات وفي نون الحوار وفي نون المناقشة يا جماعة احنا محتاجين نرجع محتاجين نفوق شوية ايه اللي بيحصل في حياتنا الزوجية ايه اللي خلاهم كده متنرفزين ايه اللي خلا الزوجات مكهورات كل اللي كلمونا النهاردة ستات وكل واحدة عندها مشكلة تنفع تلسلة حلقات مش حلقة واحدة كل واحدة بيها بيها يعني اشياء سلبية حزينة وهي بتتكلم تحاس ان هي مكهورة الزوجة التي يشتمها ويضربها زوجها ده كلام ده كلام المخرج بيقول لي اختام ولازم اختم طبعا عشان ما اقدرش ان انا ايه يعني اعترض على كلامه عشان ما اقدرش للمخرج ده اهم شخصية فانا يعني الاسف وقت الحلقة انتهى لكن وقتنا وبحثنا عن السعادة الزوجية لم ينتهي وسنتواصل معكم باذن الله في موعدنا يوم الاحد قبل لمعدنا ده بساعة لنستكمل مسيرة اصرار السعادة الزوجية وكيف تكون العلاقة السوية بين الازواج يعني انا اتمنى ما كنش قطلت عليكم واشكركم واراكم على خير باذن الله في الاحد القادم الساعة السبع مساء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته 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 وبركاته